بالتأكيد أعتقد أننا نتفق جميعا على أن التهديد الأساسي لأمن الولايات المتحدة وأمن العالم هو توسع الصين وتحولها إلى قوة مهيمنة على المدى الطويل هذا هو أهم تهديد نواجهه ولكن على المدى القصير أعتقد أن الأفعال غير المسؤولة والمتهورة من جانب روسيا وغزوها لدولة ذات سيادة أوكرانيا هو عمل غير مسؤول وكنا نتحدث عن القدرات النووية لروسيا والصين وهذا يجعلنا نتريث إيران مشكلة ولكن مشكلة أقل من الدولتين التي تحدثت أنت عنهما وأنت الآن تتحدث عن الصين وعن روسيا وعن إيران إذا أردنا أن نصنف الدولة التي تشكل التهديد الأكبر في هذه المرحلة هل هي الصين أم روسيا أم التحالف بين الدولتين أعتقد أن علينا أن نحترم أو أن نقدر القوى النووية الروسية وهي كبيرة القوات التقليدية بالتأكيد أداؤها لم يكن جيدا ولكن روسيا أمضت الكثير من المال والموارد على تحديث الترسانة النووية وهذا يبعث على القلق لو تحدثنا عن التحالف بين روسيا والصين صعب أن أعتقد أن هاتين الدولتين السلطويتين يمكنهما أن يفعل الكثير وهذا مزعج فيما يخص الاتفاق النووي مع إيران كيف يمكن أن يقلص هذا التهديد وماذا إذا انهرت المفاوضات بشكل كامل أعتقد أن هناك هدف وهو عدم امتلاك إيران لسلاح نووي لو حققنا جزء من هذا الهدف عن طريق المفاوضات فهذا جيد وإذا لم نتمكن فعلينا أن نظهر ردع مرئي لإيران وأنه ليس من مصلحتها أن تهاجم دول الجوار نفعل هذا من خلال العمل مع الشركاء في المنطقة وعن طريق أيضا نشر لقوات أمريكية في المنطقة ولكن لا نستطيع أن نحافظ على المستوى الذي كان في السابق لأن علينا أن نركز على روسيا والصين هناك بدائل إذا فشلت المفاوضات مع إيران وأمل أن لا تفشل هل تتحدث هنا عن المواجهات العسكرية؟ ولسيما بالنظر إلى تصريحات الإسرائيلية الأخيرة والتي تتحدث عن مواجهات عسكرية مفتوحة مع إيران؟ أعتقد أن إيران كانت واضحة في رغبتها في تدمير إسرائيل وعلى إسرائيل أن تصدق ذلك لو امتلكت إيران سلاح نووي فهذا يبعث على القلق أخذين بعين الاعتبار تاريخ عملياتهم ضد إسرائيل وأعتقد أن إسرائيل قوة مسؤولة ولا أعتقد أن الحرب بين إسرائيل وإيران والشيكة رغم الهجمات المتبادلة التي نراها بين الحين والآخر إسرائيل من أهم حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط ماذا إذا قررت إسرائيل ربما الدخول في مواجهة عسكرية مع إيران؟ كيف تتوقع أن يكون الرد من قبل الولايات المتحدة؟ هذا ليس سؤالا عسكريا هذا سؤال سياسي ونحن نفضل تجنب مواجهة عسكرية مع إيران ولكن أظهرنا أننا مستعدون وقادرون على الانخراط أو الاشتباك معها عند ضرورة أفضل حل هو أن تردع إيران من القدرات التي نريها لها وعليها أن تتصرف حسب ذلك بالانتقال من هذه المنطقة ربما إلى أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان ما هي قدرة القوات الأمريكية في هذه المرحلة على مواجهة الإرهاب بهذه المنطقة؟ أنا قلت مرارا وتكرارا أن هذا صعب ولكنه ليس مستحيل هناك جزء صغير من قدرات جمع الاستخبارات التي كانت لدينا قبل الانسحاب لدينا أيضا أدلة واضحة أن الطالبان لن يحترموا وعودهم بشأن كبح جماح القاعدة وداعش وهذا يشكل قلقا لي جنرال مكنزي ربما بشكل أكثر توضيحا أنت تقول أنه صعب ولكنه ليس مستحيل هل نتحدث هنا عن الصعوبة في كيفية التنصيق أم في وجود ربما معارك أخرى مفتوحة في مناطق أخرى من قبل الولايات المتحدة؟ أفغانستان هي دولة كبيرة وليس لدينا قوات على الأرض ولم يعد لدينا حكومة صديقة هناك وهناك كان نظام السعي وراء الأهداف الصعبة الآن علينا أن نقوم بذلك عن بعد وهذا صعب أحيانا نواجه نجاحات كما حدث في الضربة ضد الظواهر في قلب كابل ولكن لا أستطيع أن أصل إلى خلاصة عامة بشأن فعاليتنا في المستقبل ربما واحدة في العام ربما أيضا أتحدث عن عدم وجود قواعد عسكرية أمريكية بعد الانسحاب من أفغانستان ربما كما تقول أنت أيضا ستكون عملية الحفاظ على الأمن ومواجهة الإرهاب في هذه المنطقة تتلخص في عمليات محدودة ونوعية في حالة فقط الحاجة؟ من وجهة نظر عسكرية هذا هو السيناريو الذي يمكن أن يطرح؟ من الصعب جدا العمل داخل أفغانستان الولايات المتحدة دائما لديها حق الدفاع عن نفسها لحماية نفسها عند وجود خطر ليس فقط في أفغانستان وإنما أينما كان تحدثت ربما في بداية هذا الحوار عن دول التي تمثل أكبر التهديدات تحدثنا عن الصين وعن روسيا تحدثنا أيضا عن إيران داني أتوقف عند روسيا وتحديدا عند قوات فاغنر الروسية ما الذي تمثله قوات فاغنر الروسية من تهديدات ربما على منطقة الشرق الأوسط في هذه المرحلة؟ أعتقد أننا رأيناهم في سوريا والانضباط كان ضعيفا وغير فعال وبالتأكيد ليس فعالا ضد قوة عسكرية مشروعة وهذا يظهر لك أن روسيا تحاول أن تحصل على عناصر لنشرها عندما تكون هناك قوة عسكرية مثل هذه غير مجهزة وغير مدربة هذا يظهر لك ضعف الموارد الروسية هل تمتد آثار فاغنر السيئة من منطقة الشرق الأوسط ربما إلى مناطق أخرى روسية أو مناطق أخرى فيها نزاع أو حرب روسية؟ أعتقد أن روسيا تريد أن يكون لها تأثير في أماكن كثيرة في العالم المشكلة هي العثور عن الموارد لعمل ذلك وهذا يجعلهم يواجهون صعوبات ليست لديهم موارد وبالتالي يستعملون وغنر وهذا يسمح لهم بإنكار أفعالهم في الشرق الأوسط وأوكرانيا هناك تواجد القوات الروسية كنا نتحدث عن التحديات التي تمثلها روسيا وتمثلها الصين للولايات المتحدة ماذا عن هذه التأثيرات بشكل واضح أو بشكل مفصل ولسيما في منطقة كالشرق الأوسط؟ على وجه التحديد الصين لها رؤية بالنسبة لتغلغل في الشرق الأوسط هي تحصل على النفط والغاز من الشرق الأوسط وأيضا هناك فخ الديون ليس لها وجود عسكري ولكن لها خطط طويلة الأمد لتغلغل في المنطقة ونحن نراقب ذلك من ناحية أخرى روسيا تحاول أن تلقي الرمل في وجوه خططنا ليس لديها الموارد للتنفيذ أو البقاء في سوريا وليس لها فعالية في أي مكان آخر التهديد الآخر للعالم هو من الصين أخيرا جنرال ماكينزي ربما هل المحاولات التي تقوم بها الولايات المتحدة على صعود سياسية لتحييد الصين أو للحد من خطورتها ستساهم في حسم الأمور على الصعيد الغزو الروسي لأوكرانيا أعتقد أن الولايات المتحدة وحلفائها لهم ميزة لدى الولايات المتحدة في مواجهة روسيا والصين هاتان الدولتان لديهم أصدقاء محدودين ونحن مع حلفائنا نستطيع الاستمرار في جعل الموقف الصيني معتدلا وأيضا نحقق أهدافنا في أوكرانيا ولكن القدرة ليست موجودة فقط في الولايات المتحدة هذا يعتمد على التحالف في الناتو وتحالفات أخرى وقمنا ببلورة هذه التحالفات قبل عقود هذه ميزة فريدة نتشاطرها كما يتشاطرها الأصدقاء والحلفاء ترجمة نانسي قنقر